يقول اتهام أحد بالزينة لا بد فيه من أربعة شهود يقول هنا تطور الآن الفحص وكذا يعني ممكن يثبت عن طريق الفحص و شيء من هذا القبيل يقول هل يكفي شاهد واحد راشد بارك الله فيك بالنسبة للزينة الذي يقام على الزاني الحد لا يثبت إلا بأمور أولا أن يشهد على نفسه أربع شهادات يقول بأنه يشهد على نفسه ويقر ويعترف بعض العلم قال يكفي اعتراف واحد بعض العلم قال يكفي أربع مرات هو يشهد على نفسه و كما فعل ماعز الأسلمي لما شهد على نفسه عند النبي عليه الصلاة والسلام أربع مرات و في كل مرة يصد عنه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الأول الأمر الثاني لا بد من أربعة شهود لا بد من أربعة شهود يذكرون الواقعة ولا يكنون يعني ما يجب كلام يحوم حول الحمى لا لا بد من ذكر صريح الزنا وذلك لقول الله عز وجل وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ الشُهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٍ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ و يقول جل وعلا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء و لذلك من شرط قبول شهادة الأربعة أن يذكروا الواقع عيانا رأوا بأم أعينهم و هذا فيه ماذا فيه أن الشريعة تدعو إلى الستر و تدعو إلى درء الحدود الشريعة لا تتشوف إلى إقامة الحدود ولا تتشوف إلى الفضائح هذا فهم مغلوط عند بعض الناس لا الشريعة تدعو إلى الستر و لذلك يقولون ما ثبت على شخص الزنا بشهادة الشهود يقولون ما ثبت منذ أن بعث الله محمدا عليه الصلاة و السلام إلى يومين هذا ما ثبت أن حد الزنا أقيم على شخص بشهادة الشهود الأمر الثالث الحمل بالنسبة للمرأة الحمل طبعا بالنسبة للمرأة يعتبرون من البينات على الزنا و بعض العلماء يقولون لا هو بين لكن لا بد من الاستفصال و لذلك في عهد عمر بن الخطاب لما يعني رفع له أمر جارية حبلة من الزنا و هي ليست ذات زوج فأمر بإقامة الحد عليها و دخل علي رضي الله عنه و كان عمر رضي الله عنه يعني غالبا ما يستشر علي و بين علي و بين عمر من الانسجام و التناغم و الشيء الذي توج بتزويج علي أم كلثوم لعمر بن الخطاب و كان بينهم تآلف فقال علي أين تريدون بها فقالوا ترجم أو تجلد فقال ردوها فقال لعمر سلها لعلها تكون أكرهت فعلا و تبين بأنها قد أكرهت على الزنا فالحمل لا بد فيه من الاستفصال لا بد فيه من الاستفصال و لذلك بالنسبة لكل الآن ما يتعلق بالأمور الطبية سواء الحمض يعني الأشياء الجديدة هذه هذه كلها ما تعتبر أدلة و إنما قراءة قد يستفيد منها القاضي و يستأنس بها استئناس أما أنه دليل بشاهد واحد أو شاهدين أو ثلاثة أبدا و قد روي أن أربعة شهدوا على المغير بن شعب أنه زنى أربعة لاحظ ثلاثة ذكروا صريح الزنى و الرابع و صف فكبر عمر رضي الله و قال الله أكبر لماذا لأن عمر يفهم أن الله عز وجل يحب الستر فأقام الحد على الثلاثة الذين قالوا شهدوا أقام الحد على الثلاثة و برأ الرابع و برأ أيضا المغيرة فهذه أخي الفاضل يعني مسألة دقيقة جدا و لذلك لا بد من العدد لا بد أن يكون أربعة و ما ذكرته تحتاج أنك تراجع هذه المسألة بالنسبة لما ذكرتها